كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع أنا بقولك ما تفكر خلص يعني امشي في الأمور وما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبين عندي يعني السعادة طاغية على الكروت فمبين أنه بالعكس اللي بدك هي رح يصير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي على الطريق ولكن بدها صبر أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف فيه عندك يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكذا من أقصى اللي ممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت يعني واقفة فأنا بشوف لأ الموضوع عم بمشي لمصلحتك شايفي هون شايفي هون انك انت عم تحصل على شي عم بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة هون أنا شايفي كمان قصر أو بيت ممكن يكون بيت الزوجية أو رح يتغير سكن ممكن تكون انت بتفكر بسكن أكبر أو سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يريحك نفسيا عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بتفكر تغيير البلد كلها أو المدينة نفسها ففي تغيير أنا شايفي على هذا الصعيد هاي الكروت مشكلتها مابتق مابتق بعض في هذا الكرت بشوف انه انت عم تغفر لناس ازوك ولكن من جوه ما عم تنسى عم بتحاول تطلق طاقة يعني ايجابية ناحية هدول الاشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة ايجابية وهذا اشي صحيح مية بالمية عم تغفي طاقة الغضب عم بتكون فاهم معظم الاشخاص اللي حواليك ولكن عم تعمل يعني كتمان على هاي الامور بشكل عام عم بتكتم على مشاريعك المستقبلية شايفيتك كمان مثل جذاب كتير عم بتكون هاي الفترة عم بتشد الجنس الاخر بشكل رهيب شايفي فيه نصر فيه انتصار فيه تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر لان شايفي انا يعني بداية او بشائر خير في هذا الموضوع فيه موضوع انت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقات فيه يا زواج ممكن يكون زواج لانو في النهاية فيه برضو طلع عمنا نفس القصر او نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه في هذا الكرت عم بشوف فيه نوع من العدائية حواليك ناس بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا فيك اكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي اقارب عمل فيه ناس عم بتحاول توقعك ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك او على يمكن هدول الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس واصلين يمكن مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي انا عم بحكي عنه ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية الثانية عم تهمش الكل عم يعني عامل حالك مش شايف شيء ولكن انت فاهم كل الموضوع هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس اه اليك ممكن تمتد لاجيال شايفي في عندك نجاح في العمل مش بس بس بهذا الشهر بكل الاشهر الجاي اه خلينا نقول لمدة سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه اه يعني بتمتد هاي الطاقة هاد الكرت لأكتر من شهر لشهور اه بشوف انك اكتر تركيزك على اطفالك اذا كان اذا كنت متزوج او على يعني اخوي يكونوا اصغر منك او اه عم تعطف عليهم عم يعني عم هذا الوفرة المالية عم بيحس فيها اللي حواليك مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك اكتر من حالك اه شايفي فيه تقدم من ناحية المال اه هون شايف انه شوف يا برج الجوزاء هذا الكرت كتير حلو اه فيه امور كانت فيه 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 الماضي فيه اخر الاشهر اللي مضيت اه فيه موضوع كنت استناه كتير 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 حسيت انه معجد انه يصير ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج النتيجة رح تشوفها قريبا بما انه فتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر خلينا نفتح عاطفيا لبرج الجوزاء شوفي عاطفيا لهذا الشهر بينات ان العلاقة ثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكرتين فيه شي فيه علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة شايف عندك يا برج الجوزاء للأسف فيه عندك مشكلة بتاكر القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد ممكن تكون من ناحية معنوية قلبك مجروحة كتير عم بتحس بالغدر عم تستنى كارما معينة عم بتكون كمان فيه البعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة خلينا نعقد كرتين كرتين كل كرت ايش فيه فهذا الكرت كتير مهمة طفالنا الشمعة فخلينا نشوف ايش هو شايف فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايف فيه طبعا القراءات العاطفية حبايبي يعني كل برج عم بعيدها ممكن تكون عكسية شايف انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف الثاني عم ياخد جزاؤه فانت على الاغلب كنت عم تحلم باشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت بخيالك تفكر بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتتوج يعني عم بتتحول لحقائق هاي الامور كمان شايف فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية هذا القرار انا بشوفه اكتر اللي هو تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد هلا الناس اللي بناتهم كتير مشاكل وللمتزوجين اللي كترة المشاكل بناتهم اخر فترة في احتمالي ياخد قرار برج الجوزاء بالطلاق او اني فكر بالموضوع او الطرف التاني عم بيفكر بالموضوع ولكن بهذا الشهر ما فيه يعني ما فيه اللي هو طلاق او انفصال او كذا ولا المرتبطين نفس الشي عم بشوفك بتحقق خلينا نقول كل امنياتك كان في عندك امنيات ممكن تكون صغيرة اللي هو انت من نوع القنوع يعني بتقتنع وبتكون سعيد باصغر الاشياء بتعرف كيف تستمتع في الحياة برج الجوزاء مع انه البعض يعني بيقولولي انه حظهم قليل من برج الجوزاء بس انا بشوف مع الوقت مع الصبر عم تتحقق مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير فيه احداث عم تتحسن اول باول وعم توصلك اخبار بتفرحك فيما انه فتحنا العاطفة اه رح يعني تكتشف انه الحبيب فعلا بيحبك اه كل الحب في نهاية لعلاقة ثلاثية فكرتين اه شايفيتك عم تتحدى عم يعني من بعد اه خلينا نقول تعلق اه كبير فيه وتفكير طول الوقت فتعب نفسي طول الوقت اه ومجاهدة يعني في الموضوع شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت اه في شي رابطك في الموضوع اه اما تفكيرك او الادمان عالشخص التاني في اشي يعني ما عم بيخليك او انه انت مترابط معه اه روحيا بطريقة رهيبة فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع ممكن القراءة تكون عدسية وممكن الطرف التاني عم بيخس اه بهذا الموضوع هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية ليش عم بقول انه تترك العلاقة الثلاثية لانه النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفي انتصار بهذا الموضوع عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على يعني على مشارف هذا الموضوع على مشارف الانتهاء رح تكون شايفي فيه ناس كتير غدروا كتير تحملتهم كتير فيه ظلم كبير كبير لبرش الجوزاء بالفترات الماضية ولكن هذا اجاب بشامل كرت النصر فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص في عندك انتصارات كتير هاي الفترة يا برج الجوزاء ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص خلينا نقول مش بالعلاقة العاطفية هون بشوفها اكتر من الاقارد من زملاء العمل عم تنغدر منهم وعم بتحقق برضه هون انتصار ما بعرف عندك كتير انتصارات ولكن من بعد تعب من بعد تشويش من بعد عناء وكأنك رح تحصل على الشغلة ولكن يعني بتعب بجهد اذا عاطفيا بشكل عام بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة الثلاثية او بداية لانتهاء هذا الموضوع شوي شوي عم يختفي بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية نتيجة ممكن يكون الطاقة السلبية موجودة عندك ذكرناها لانه الكرت هون طلع مقلوب تكر القلب عم بشوف عندك امتصار على اكتر من شكل على اكتر من نوع الطاقات هي مائية بامتياز اه عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية. اذا ان هذا كان لبرج الجوزاء. طب خلينا نشوف اذا فيه نصيحة او اي شي من بيقولك انه تشارك همومك مع الثانين ما تضلك هاكل الهم لحالك وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم ما بدك تقول لحد عن مشاعرك ما بدك هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك ما بنصحك تفضفض للناس اللي هم زملاء العمل وكذا لا يعني شخص من العائلة شخص موثوق في مية بالمية ممكن انك تستعين فيه. عم بشوف عندك كبرياء عالي يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا. هذا الكرت عم بيقولك لا يعني يعني اعمل في هذا الموضوع. اه شارك هذا الموضوع مع المقربين. يخفف عنك اكتر. كمان اطلب المساعدة يعني مش يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من حدا يعني دائما بيعتمد على نفسه. حتى لو كان مش قادر بيضلوا معتمد على نفسه. فبيقولك يعني خفف من هذا الموضوع. استعين بالاشخاص لانه يعني الاشخاص اه ممكن يساعدوك. في تحقيق امنيتك في اه او يخففوا عنك. فبس بيقولك اترك هاي العادة او شوي يعني خفف منها لهذا الموضوع. ازا برج الجوزاء بدك تكون شوي صبور. الجوزاء من الابراج اللي كتير زكية يعني. في موضوع كنت مكتم عليه كنت اه عم تعمله بكتمان ما عم تحكي للناس عنه اه في سبيل انه يعني يزبط او ما يزبط. فهو رح يزبط يعني ورح تعلن هذا الاشي ورح تحتفل فيه. فحلو. شو هذا الاشي ما بعرفه. انتو تعرفوه اكثر لانو هاي اوراكلز مش كروت عادية.